اسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين في سلسلة نحن نملك كل شيء على قد ما المعنى شكله مريح قوي على قد ما في الواقع في دموع كتيرا في وجع كتير في خسائر كتير صحيح روحيا انت عندك كل حاجة ربنا كله معك وعدك بالسمن لكن واقعيا الحياة مليانة الام ومليانة دموع كنت بقرأ سفر التكوين من ضمن اريات بقى الصيام اول مرة انتبه انه اكتر شخصية بكت في سفر التكوين يوسف عشان كده سميت المحاضرة دي دموع يوسف يوسف هو قلطف شخصية من ولاد يعقوب احنا كلنا لما يقولوا يعقوب مين عياله نفتكر يوسف هو احسن واحد في العيال بس اكتر واحد بك واكتر واحد عدت عليه مشاعر كتير اقو ويبدو ان دموعه قريبة وفي انواع من الدموع هنشوفها دلوقتي مش كل الدموع زي بعض لكن الحياة دموع يوسف كلها تقريبا تقريبا كانت مقدسة يحن الدرجة يقول عن الدموع لا تصدق يا اخي دموعك قبل ان تبلغ الطهارة الكاملة مش كل حد بيبكي معناه انه صادق في كل حاجة في ناس تبكي لان كرامتها مجروحة بس كرامتها عالية فهنا الاهرة دي هي اللي تعباها لكن ده جزء من شفائها بس دي مش دموع قدسين يعني من افتخر بدموعه وبكائه واصدر بالاخرين لعدم بكائهم يجبع انسانا التمس من الملك سلاحا لان الدموع سلاح في الصلاة ليها قوة ليقتل به عدوه فقتل نفسه يبقى مش معنى ان يبقى فيه دموع انك خاسب زي السكينة لو ممسكتاش كوي استجرحك الدموع غالية وقوية لكن لازم تبقى من قلبه منكسر متواضع نقي محب للناس ساعتها يبقى لها قيمة اكبر بحن الدرجة يقول يا احباء يا الله لا يصر ببكائنا ووجع قلبنا بل هو يريد ان نفرح معه دائما ولا احد ينزع فرحنا منا لم يخلق ادم باكيا ولا جعل البكاء من طبيعتنا بعد القيامة ولكنه طوب الباكين الان لان البكاء يخس الجرح الخطيئة ويجففه لان كده المسيح قال طوبة للحزانة الان او طوبة للباكين الان اش معنى الان لان في السماء مفيش بكاء فده من التطويبات اللي مرتبطة بالارض بس لانه زي صانع السلام ومفيش خناءات في السماء فمش تلاقي حاجة تعملها في الحتة دي لكن هنا مقصود بيها ربنا طوب البكاء مرغم ان البكاء مش هيكمل في السماء لان ربنا عاوز لنا فرح ابدا اول مرة اتخيلت ان يوسف له دموع ما تذكرتش في الكتاب بس بديهية يوسف فقد امه وهو طفل يعتقد في سن خمس من خمس لسبع سنين فقدان الام بدري ده جرح للطفل ملوش مسيل ما اصعب الجروح اللي اتعرض لها اي طفل المشكلة الاكبر انه بقى شايف كل اخواته ومش اصحابه ليهم امهاته بن يمين جرحه اقل عارفين ليه ما جربش الامومة هي ماتت وي بتولده فمتشالش على حجر امه ما لعبتش معاه مامته ما شفهاش بعنيه فهو تطلع في جاوه ومفيش ماما مجروحها بس مش بنفس الدرجة لكن يوسف كان ما قدرش ينسى مامته فكان عنده دموع اكيد من طفولته حتى لو ما ذكرهاش الكتاب كلكم عارفين ان يعقوب حب يعوضه شوية بحكاية الجلبية الملونة هو واضح انه ركز معاه في تربيته شوية لكن ماضح برضو ان دي جابت نتيجة سيئة لان اخواته كانوا انانيين شوية المصيبة الاكبر بقى في دموع قاسية جدا بيعدي عليها اولادنا على فكرة واحيانا بنبقى مش عارفين بها دموع التنمر مرة شابة جات قالت لي ابونا انا طفولتي كلها كانت دموع انا كنت بتهزق في المدرسة وما قدرش اقول لبابا وماما هيهزقوني فكت ادخل قطي على اني بذاكر واقفل وعد بكي بالساعتين وده كان بيتكرر كتير قوي طبعا بتتعالج من اكتئاب وشغلة صعبة كل ده بسبب تنمر حصل في طفولة بدون علاج بدون ردعة فهنا يوسف عد على التنمر على فكرة موقف البير ده اخر مراحل التنمر انما ده واخد طريقة واخد سخرية واخد اهانة من اخواته طول طفولته فاذا يوسف كان متهان في بيت ابوه وطبعا مش هيقدر يعني واضح انه اخواته دول كتير عليه فبيخاف اذا يوسف كان في حياته دموع من طفولته ده اول نوع وكلنا يمكن بكينا واحنا اطفال لكن بش بالقدر اللي بكى فيه الطفل يوسف بعدين حصلت بقى المأساة العالية قوي اكبر ترومة في حياته في لغة طب النفسي او علم النفس صدمت ان اخواته بيكرهون درجة الموت لما قلعو جلبيته وفضلوا يتحكوا يتريعوا عليه ورموه في البير بشكل مرعب وكان بيصرخ فده كان شيء يجرح جدا لان هم قالوا بعد كده على كبر احنا مش ناسين منظره هو بيصرخ وهم بيتحكوا اللحظة دي قاسية جدا ان حد يصرخوا التاني بيتحك دي فعلا صعبة لما جاء يوسف الى اخواته انهم خلعوا عن يوسف قميصه الملون واخذوها ترحوه في البير اما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء طبعا احد الاشارات مفيش اي نعمة تعزية في المرحلة مش نقطة مية يعني ايه مش واحد وقف للشر ده وطبعا كملت بقى المصيبة انه راحوا لابود يحكوا عليه بكلمتين ومن هنا ابوه ما بقاش بيدور عليه لان يوسف كان نفس وابوه يدور عليه ما يعرفش تقال ايه فكانت مزودة واجعوا انه فين بابا وما جاش ليه وما بيجيش ليه كان لازم يقلب الدنيا علي عشان كده كان خايف يكون مات فكان اول سؤال سألهم بابا عايش لانه هو دايما مرعوب من فكرة مش معقول يبقى عايش وما يدورش عليه وهم يعرفش ان ابوه اقتنع انه مات فعشان كده ما يدورش عليه فتلاحظوا انه ايه السيناريو فعلا صعب بحيث انه يبقى خسر بابا وخسر مامته وخسر اخواته مع كمية اهانات مع كمية بولينج او تنمر مزعج ده كان لازم يتعالج نفسيا حسب ما انا فاهم منتال هيلس شوي لكن كان في حاجة واحدة كان الرب مع يوسف هو كان بيصلي كانت حياته كلها في الصلاة لكن ما كانت حياته سهلة ابدا في دموع داخل الاصف انتو عارفين انه اتباع للاصر الاصر ده ما كانش مكان حلو يعني في عبيد كتير واخلاق العبيد كلها اي كلام فكان في دموع غربة بمعنى مش ده بلدي مش ده بيتي مش ده لغتي مش ده الاخواتي عاوزة روح غربة مجبر عليها قابلت عيلة مرة مهاجر امريكا بس عاملة ورق لجوء فالزوجة بتقول لي ابونا انا انا ندمانة انا جوزي خلاني نعمل ورق بس مش قادر انزل مصر انا مزلولة في العيشة دي مش قادر اروح اشوف اهلي ليه اعمل فيه كده ومتمررة جدا ليه لانه حسك انا محروم اروح اشوف اهلي واهلي بتدوا يتعبوا ويعيوانا مش طيلاهم فاحساس صعب الغربة اللي هي ايه زي السجن بقى ما فيهاش الحرية انك تروح وتيجي كمان هو يوسف مش حر خلاص مقدرش يروح يدور على ابوه مقدرش يسيب الاصر فيها اعدام على طول بعدين تيجي نوع تاني من الدموع جماعة دموع الجهاد الخطيئة سهلة قوي والخطيئة بتحصره وكل اللي حواليه بيعمله شر وهو عشان يصون نفسه اكيد كان فيه دموع مش عاوز ازعلك مش عاوز ابعد عنك عاوز ارضيك عاوز اوضل معك عشان ترجعني بيت بابا فكان فيه صراخ وفيه صلوات وهو ده اللي سطر عليه وحماه عشان يقدر يعدل ايام الصبع وبعدين تيجي مصيبة اكبر يلتزم بطهرته ويمشي صح يلبس تهمة مش متوقع الراجل مفروض انه بيحترمه مقدره وفتيفار معجب بيه لكن دي مراته وبتقول ده بيعكسني وبيضيقني هاجوا ماج بقى وسجنوا بدل ما يموتوا يعني لانه كان قال يعني بيحبه بس هو مش قادر ينطق اخوز يقول له مراتك وحش مش انا اللي وحش انه بقى ليشهور واسنين ببعد عنه فدموع هنا دموع الزل او الظلم من اصعب الدموع يا جماعة من اصعب انواع الدموع السخنة بجد ان الواحد يكون مظلوم ومحدش مصدقه يدافع عن نفسه ومحدش سمعه او يمكن ما يقدرش يدافع عن نفسه فعلا بتبقى قاسي اوش يبقى اضح ان يوسف ده كان ممكن لو شاب زي النهاردة يقول لك ربنا نفعني بايه مش كفاية الزل اللي شفته مش كفاية امي ماتت بدري مش كفاية ابوي اتحرمت منه مش كفاية اخوتي زلوني امشي كويس اوصل لكده ده بدل ما يجازيني بدل ما يكثقني بدل ما يرجعني البيت بابا هو انا بطلب حاجة غلط عارفين الكلام اللي من النوع ده لكن يوسف ما قالش ولا حاجة من دول فضل مع ربا وفضل في حياته دموع كتير قوي بس خلي بالكم الذين يزرعون بالدموع يحصدهم بالابتاج عشان كده اخر حياته تلاقوه منور قوي لو في مجد عالي جدا في حياة يوسف لو شبه المسيح جدا من كتر الدموع اللي عدت عليهم دموع السجن بقى دي مرحلة اخر السجن ده بقى مش عبد فاصر لا ده سجن يعني سجن فينما بين دموع الظلم ومجتمع بقى كله حرمية وكله قتلى وكله وهو مجبر يتعامل معه وعاوزين ينجح وسطيهم على امل يطلع مثل حكمه مخفف ولا حاجة عشان يروح بعدين دموع التأخير اقصد بها ايه يوم ما دخلوا اتنين وزراء فاكرين وفصل لهم الاحلام في واحد قال له مع احترامي انت هتتت هيشيله رقبتك التاني قال له انت هترجع وزير افتكرني بقى لاول مرة يلجأ الانسان ويقول له افتكرني انت اكيد ربنا بعتك عشان تتسجن عشان اقبلك عشان اطلع وطبعا الوزير كان مديون له جدا الغريب ان الوزير نسي تخيلوا بقى الاهرة اللي فيها يوسف لانه كان زي اللي متأكد خلاص الوزير هيطلع من هنا تاني يوم هيجيلي جواب الخروج والتكريم والاحترام وارشينك ويسم الوزير وارجع كان عانا دور على ابويا فكان كل احلامه خلاص تركبت بقى انه الوزير طالع يبقى انا طالع لا الوزير طالع وانت قاعد حاجة unexpected خالص حاجة ضغيس جدا ليه رب بتتأخر علي هو انا بطلب حاجة غريبة انا مسجون غلط اما بطلع من السجن لما اشتيه اطلع من السجن اما بشتيه حاجة وحشة حاوز اشوف ابويا يعني وبعدين دموعه طبعا الغربة والشوق دموع الجهاد انه يمشي صح في الجو ده اذا حياة يوسف كلها دموع 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 باشكاله مختلفة الحرمان له دموع الظلم له دموع التنمر كان له دموع جهاده الروحي له دموع وبعدين تيجي دموعه من نوع تاني دي اللي بقى ذكرها موسى النبي وهو بيحكي تعرفين لما انشغل جدا بالمجاعة بقى وقصة خلاص العالم من المجاعة وفي السنة التانية للمجاعة لا اخواته داخلين عليه العشرة معادة بن يمين فقلبه وقع ليه لا يكونوا هم كمان تخلصوا من يمين ما هو مش عارف دول يعملوا اي حاجة عشان كده كان حريص ان يشوف بن يمين فهمته الفكرة لانه اكيد مو خراح اكيد اخواتي زي ما تخلصوا مني هيكونوا تخلصوا من بن يمين هم داخلين عليه العشرة بيسجدوله طبعا افتكر الحلم على طول بتاع زمان وهو عمل فيها فرعون وايه ما تكلمش ولا كلمة وقال يعني جاب مترجم وهو سامع وفاهم اللي بيتقال انه منهم وبعدين قال لهم بصوا بقى انا راجل رحيم بطبيعتي انتو حكيتولي حكاية كده متدخلش دمك حد كان اخوكم مش عارف حصل له ايه وقوكو الزغير حبيب ابوه سايبين وابوكو العجوز ايه بصوا بقى عشان اصدقكم انا عاوز اشوف اخوكم الصغير قال يعني عمل لحك فاحضروا اخاكم الصغير الي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا وقالوا بعضهم لبعض حقا اننا مزنبون الى اخينا هم بقى يحكوا مع بعض هو سمعوا بيقولوا ايه ربنا بيطلعوا من جتتنا اللي عملنا لاننا مزنبون الى اخينا اللي هو يوسف اللي واقف الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذي كأن يوسف حاضر سرا توبتهم وعمل نفسهم وشفان بيقولوا ايه وبيكلموا بعض فبيقولوا البعض احنا نستاهل اللي جرلنا احنا في ذل لاننا زلينا اخونا وسامع رقوبين بيقولهم وفعلا ده اللي حصل اعلم اقول اكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وانتم لم تسمعوا هو زى دموا يطلب وهم لم يعلموا ان يوسف فاهم لان الترجمان كان بينه فالترجمان مكانش بيفصر اللي بيقولوا وهو مش محتاج تفسير فتحول عنهم وبك تأثر جدا مش عارف تأثر لي يمكن كان نفسه في اليوم اللي يعترفوا بالغلط اللي عملوا يمكن كان عاوز حتة رد اعتبار ولو بسيطة انهما شافوا الازى اللي هما واللفترة اللي عملوا يمكن حس ان ربنا ابتدى يعدل الموازين باي درجة لك تأثر وبك لما لقاهم محتسين وضعصة بعد ما كانوا جبابرة ومفتريين هو في ايده طبعا ينتقم بس هو مش بيفكر كده ثم رجع اليهم وكلمهم وخد شمعونه هو عمل بقى فيه ناشف بقى فرعون وقالبه هيقع منه نفسه يقول له مانا يوسف عمال يحوش نفسه عشان يروحوا ويرجعوا طبعا كلكوا عارفين راحوا قالوا لي عقوب الحكاية قال لهم لا بن يمين لا كفاية علي اللي حصل إلا بن يمين حرام عليكم بقى نموت في كوع احسن قعدوا لهم كم شهر القمحة خلص قال لهم ما تروحوا تشتروا قمحة قالوا له ما ينفعش ما ينفعش الراجل قال ما تجوش تشوفوا وشي إلا هو معاكو بن يمين هي موتنا كلنا فشوف لك حل تبعت معاكو بن يمين أو نموت كلنا فيعقوب نفسه قال لهم حرام عليكم اللي عملت وكان لازم تقولوله قالوله يعني احنا كنا نعرف هيعمل كده هنا عادين في تحقيق ابوكو مين واخوتكو ايه وشكلكو ايه وحالكو فأحنا في تحقيق وبنرد وخلاص هنا يوسف حكم العقل على المشاعر في لحظات في حياتنا جماعة الواحد ممكن يمنع دموعه بقراته زي ما عمل يوسف يوسف لما بكى خد جنب وبعد النشف عنه وطلع عشان مش وقت بكاء خلينا نحل المشكلة خلينا نكمل توبتهم فهيانا كان عقله حكم مشاعره ومنع نفسه يكشف السر طبعا كان عنده صبر غريب وحكمة انه ما يفتحش ما يكشفش السر غير لما يحسوا بالغلط اللي عملوه ولما يتوبوا لما يتأكد من سلامة علاقتهم ببنيامين في دموع تاني لسه في يوسف وبعدين جم تاني مر يعرفين بقى اللي حصل تاني مرة جايبين بنيامين هو جايبين بنيامين بنيامين وقلبه وقع الخوص صغير بقى تاخذ جنبه وبك وعمل نفسه حاوز يحضن اخوه ويكلم مسادر وبعدين عمل الحركة اياها عشان يرجع بنيامين بسرعة فامحط الكاز بتاعته في حاجة بنيامين مشوا فرحانين ورجعين وشمعون معاهم وخلاص مسكوم العساكر انتو حرمين سرقتوا يوسف بيه الرجل التاني على مصر هروحنا ايه اللي دي فابتشني فابتشهم طلعت معا بنيامين لطموا بقى ليه الا بنيامين لانه لو رجعوا ليعقوب من غير بنيامين هيموت فيها لازم كانوا متأكدين بقى وبتدوا يحب ابوهم فعلا كانوا فعلا قلبهم وحش زمان لكن دلوقتي اتعدلوا فلما رجعهم يوسف عمل فيها زعلان انتو تعملوا فيها كده تسرقوني بعد كل ده همش عارفين يقولوا ايه ما هي الحاجة مع بنيامين فى فيهوزة بقى عمل حركة مجدعة كده قال له بص اعمل معرفة خدني مطرحه بقيت عمري يا خدمك موتني بس انا مقدرش ارجع وانا وعدت ابويا لو مرجعتش ببنيامين يموت عيالي او بقى مدان قدامه طول العماء ما مش هقدر اشوف ابويا من غير بنيامين فانا مش هرجع خدني مطرحه هو بقى لما لقى يهوزة مستعد يفدي اخوه خلي بالكم يعني واضح ان بقى لا اختلفوا مبقاش فيه الكراهية الاولى ولا الانتقام ولا دول عيال رحيل ما هم كانوا بيكرهوا رحيل لانها محبوبة فرحيل دي ماتت بدري ويوسف مات فاضل ايه بقى فخلاص بقوا احنا ينين على بعض واحنا ينين على بن يمين اوي كشف السر في الاول قالوا عبدك ابونا سالم هو حي كل مرة يسأل على ابوهم قال يعني معلومات وهو عاوز يطمن عايش ولا لا ونظر ابن يمين وهذا اخوكم وقال الله ينعم عليك يا ابني واستعجل يوسف لان احشاء حنت الى اخيه وخد مكان برضو قعد يعيط شوية وطلع لهم ايه عامل نفسه رجل شديد كده وقدمه طعاما هنا تلاحظوا كل مرة يسأل على ابو كحيه ليه لان ده كان بيصلي للموضوع وبعدين كل القصص قلبت فرايح بقى لم يستطع يوسف ان يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده قد له لحظة بقى لما يهوز ابتدى يشفع فاخوه يتضرع انه هو اللي يشيل الهم بدل اخوه صار خرجوا كل انسان عني طلعوا بقى العبيده لانه هيكشف السر حين عرف يوسف اخوته بنفسه فاطلق صوته بالبكاء ما بقاش مانع نفسه من البكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون وقال يوسف لاخواته انا يوسف احي ابي بعد فقلنا لك كذا مرة انه عايشه مش مصدق يعني لم يستطع اخوته ان يجيبوا لانهم ارتاعوا منه ترعبوا ترعبوا ساعات حس ان المشهد ده هيحصل في السماء الناس اللي ظلمت لما تكتشف ان المظلومين وقفين قدام ربنا هيبقى موقف هم خلاص ما هيهربوا من اللي عملوا ازاي ده يوسف وانت اللي في ايدك الحكم واحنا اللي عملنا ده يروح هيتصرف ازاي فترعبوا طبعا قال يوسف لاخواته تقدموا الي فتقدموا فقال انا يوسف اخوكم اللي بعتوه لا تتأسف ولا تختاصوا لانكم بعتموني الى هنا لانه لست بقاحا تصوروا يوسف من طبته بقى يهون عليهم اللي هم عملوه ما هم من كسفتهم بصين في الارض ما شافين يعملوا ايه لو قطع رقبتهم قليل عليهم بس هم شافين هيعمل ايه اللي هم متخافوش مش هامل حاجة بس اللي استبقاء حياة اللي هي فكرة حل ازمة المجاعة دي هنا تحسوا في نقاوة قلب يوسف مع كل الغلب اللي شافوا صعبوا عليه اخواته لما وقفوا قدامه متهمين لما شافوا عملتهم السودة بحجمها ام صعبوا عليه فبقى يقول لهم لا لا ما حصلش حاجة لا تتأسفوا ولا تختازوا هم متغازين من نفسهم دلوقت مش متغازين من حد في دموع احيانا تبقى دموع ذكريات لان الكل اللي بكى بقى افتكروا العشرين سنة والغلب اللي شافوه في عقوب اللي بكى لما تعدم والزل اللي هم شافوه النكد اللي دخل البيت بسبب عميلهما طبعا ساعتها وقع على عنق بن يمين اخيه وبكى شك يقول لكم البكاء كتير قوي في حياة يوسف لانه بقى ايه ساب نفسه بقى مع بن يمين مقدرش يحوش نفسه وبكى بن يمين على عنقه وقبل جميع اخوته وبكى عليهم ده معناه قلب نضيف قوي مش شمتان ولا زعلان ولا شايل مع ان دول ده بحو يعني دول عزبوه دول عشرين سنة حرمينه من كل حاجة ثم تكلم اخوته معه ما خلصتش الدموع تعبته من الدموع فاضل حده فاضل بقى اللقاء التاريخي بينه ايه وبين ابوه بقى فقال لهم تجروا هو مقدرش يتحرك من مصر على قد الكرامة اللي هو فيها استقرار البلد كله مرتبط به فهو ممنوع يطلع بره حدود مصر ممنوع فعشان كده قال لهم روحوا هاتوا بوكوا بقى واستأذن من فرعون يقابلوا على حدود مصر متخيلين؟ لكن مقدرش يطلع لكن بعد موت يعقوب استأذن كانت المجاعة خلصت فقدر يطلع يدفنه شد يوسف مركبته واصل عضل استقبال اسرائيل ابيه الى جاسان ولما ظهر له وقع على عنقي وبقى وبكى على عنقه زمانا ده بقى ايه اللقاء مخلص بقى يعني مقدرش يطلع من بره حدن ابوه بعد ذاك لان الاثنين اعتبروا ان هم ماتوا متخيلين يعقوب بكى عليه كميت ويوسف بكى على ابوك ميت من بدري فعشان يبقوا بيتعابلوا كأنه مشت قيامة بعد الموت فباعت الدموع مش رادي توقف سنة دموع فرح طبعا دموع انتصار دموع تدخل الالهي تسبيح لربنا فقال اسرائيل يوسف اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد تحسوا ده اللقاء في السماء ويمكن ده اللي بيتقال عليه يمسح الله كل دامعة من عينه في نوع من الدموع مش كئيب يعني دي دموع حلوة قوي بس ربنا يشيلها لانه مفيش مكان للدموع في السم طبعا محبة التاريخية اللي بين ابو وابنه دي يعني هي اللي بتقوم من الاموات وفيها دموع ودع وطبعا بكى مرتاني لما ياعقوب بقى تنيح بعدها بكم سنة وقع يوسف على وجه ابيه وبكى معا ان ياعقوب شافه لاده لاده يعني لكن ما كانش قادر برضه على فراؤه وقبله وبعدين ايه ادخلوا بقى في الطحنة وكاد لسه في دموع طب فضل ايه تاني ما الفيلم خلص لا فضل اكستنشن راحوا دفنوا الرجل طلعوا بقى ايه لغاية مغارة المكفيلة اخر الدنيا في فلسطين اللي يروح القدس يسأل فين مغارة المكفيلة فيها ابراهيم واسحاء ويعقوب ويوسف فيها كل الجبابر فموجودة لغاية دلوقتي عند اليهود بيعتزوا بيها جدا فبعد ما دفنوا وخلصوا رجعوا وهم راجعين اخوات يوسف عمالين يقولوا ايه اللي كان حيشو ابونا يعقوب يعني ايه هو بيموت فو يعقوب طبعا مش ممكن يعمل فينا حاجة حاتبو لكن دلوقتي من حقه بصراحة يعمل اللي هيعمله فراحوا قالولو ايه ابونا يعقوب قبل ما يمشي قال لنا حاجة انت ما اعتهاش هكذا تقولون ليوسف الرجل المرحوم قالوا اصبح عن ذنب اخوتك وخطيته يعني اعترفوا ان دي ذنب وخطيته فانهم صنعوا بك شارجا بيقولولو يا عقوب قال كده قبل ما يموت فالان اصبح عن ذنب عبيد اله ابيك فبكى يوسف طب بتبكي ليه دلوقتي لان عاوز يقول لهم انتوا تفكروا في ايه تفتكروا بعد اللي عملوا ربنا معايا انا هنتقم تفتكروا وانا قلبي اسود زي قلبكو بتاع زمان فيش كلام زي كده انتوا عمركم ما فهمتوني انا بحبكم من اول يوم لاخر يوم انتوا اللي معرفتوش تحبوني وقعوا قداموا وقالوا له احنا عبيدك نعمل اي حاجة بس سمحنا فقال لهم يوسف لا تخافوا ما تخافوش مني هو انا مكان ربنا ده ربنا اللي يميت يحيي ربنا اللي عمل القصة انتم اصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا كي يفعل كمال يوم ليحيي شعبا كثيرا الان لا تخافوا انا اعلكم واولادكم وعزاهم هنا دموع من مكان قوي دموع التأثر لكن هنا هو مش ضعيف دي دموع المسيحيين بقى اللي هي بتبكي على الاشرار انتوا كنتوا اشرار وفتريتوا وزلتوني انا ما كرهتكوش معرفت شكراكو ومش شكراكو هكمل خدمتكم مش عشان يا ابوي عشان انتوا اخوتي في الاخر ودموع التسليم بمعنى انا يا مبكيت عشان دي اللحظة دي فانتوا اللي قصدتوا فيه شر كان ربنا بيرتب منه خير وانا مسلم سايبوا يعمل اللي هو عاوزه طلعت القصة حلوة في الاخر طلع العالم كله كان محتاجني طلع ربنا بيعمل حاجة اكبر من عيلتي عقوب فخلاص انا مسلم لربنا ومن هنا عظمة قديس يوسف يوسف بقى لما مات ممنوع يتدفن برا مصر ده راجل فرعون فحطوا قصية وحيدة فكرنا قال له ما انا عارف ان انتوا هتتزلوا بعديهم بس يوم ما تخرجوا من البلد دي خدوا ايه خدوا عظمي معاكم عشان كده موسى النبي ما جالش حاجة وهو خارج إلا عظم يوسف تخيلوا كان معه العصائي ومعه عظم يوسف لانه هو ده كان اغلى حاجة قال لهم لا انا ملياش مكان هنا انا لازم اتدفن جنب ابوي حبيبي وجده سحاء وجده كبير ابراهيم وتيتها رحيل رحيل كانت جنبهم في حتة تاني لكن ده بيكلم عن اسرار ان المكان ده كان بيشهد بالقيامة الناس دي ما بتموتش ابراهيم وسحاء ويعقوب ويوسف دول ما بيموتوش فقال لهم عاوزة تلمع عليهم لان الناس دي مش من النوع اللي يموت عشان كده لما نروح السمن والاحضان ابراهيم وسحاء ويعقوب بتوع مغارة المكفيلة فبقى المكان اللي هو مقبرة لا ده هو ده اشارة لقبر المسيحي المفتوح لان اللي عاشوا بايمان غلبوا الموت وغلبوا الدموع اللي الهنا كله مجدو كرم